أكثر من 60 مليون مشاهدة ومليون و300 ألف مشترك على صفحاته على اليوتيوب عبد الرحمن بن أحمد والملقى بيكلاي شاب سعودي يقدم محتوى منوعا على اليوتيوب بهدف إسعاد مشاهدي فمن المقالب والتحديات وتقليد الأصوات تمكن عبد الرحمن من جذب ملايين المشاهدات بأفكاره الساخرة والجريئة أحيانا وينضم إلينا من الرياض صنع المحتوى عبد الرحمن كلاي صباح الخير عبد الرحمن السلام عليكم صباح النور وعليكم سلام قلبه أنا كيف الهال يا عادل وأمرها يساد صباحك كلاي عبد الرحمن يعني كلمنا عن بداياتك بدأت إزاي على قناة يوتيوب وكان إيه الهدف منها ونوع المحتوى اللي أنت بتقدمه كل حاجة كل التفاصيل كلمنا عنه أنا بديت في عام 2012 كنت ألعب أنا لعبة حربية وكنت أصور وأن ألعبها وأتكلم عن مواضيع يعني ما لها دخل في اللعبة سوالف شبابية مواضيع هادفة أي شيء يخطر على بالي يتكلم عنها كنت صغير وقتها وكانت مشاهداتي قليلة يعني أول ما بديت مية مشاهد عيال الفصل أعطيهم ورقة في حصة الفنية أكتب اسم قناتي أقول لهم تابعوني إذا رجعتوا البيت لأن بدأت تديني مشاهدات حبة حبة ووقفت قناتي في اليوتيوب الفترة ظروف يعني صارت لي وزي كذا لما رجعت حاولت أغير يعني الألعاب هذه لأنني كبرت شوي فصرت أنزل تحديات وبلغات يومية ويعني المقالب هذه اللي أسويها يعني حبيت أقدم شيء جديد والحمد لله قدرت أحصل على ما يقارب ستين مليون مشاهدة ليش اللهجة الفلبينية أو اللغة الفلبينية أو هي اللهجة الفلبينية والله شوف هي الوالدة الوالدة يمكن تتابعنا الآن وأنا صغير كان عندنا خادمات في البنيات فكنت متعود يعني أسمع صوتهم دائما الظاهر وأنا صغير فما أدري والله أنا كذا يعني على الفترة أحب أقلد الصوت هذا من يوم أني صغير طب قلد لنا حتى قبل اليوتيوب كنت لما أتسمع ما بي مشكلة يا قلبه أنا بش أنا لهم ألوم أنا قبل شوي أشهى من النوم الآن يبقى شوي جنجال ما أي نابر مقو الآن ما بي قويش رجب أعطي كرم المقاطب حبيبي والله يا عادل أجيب لك أحلى مقاطب حبيبي هل تخشي أنه والله يقولون أنه أنت مثلا والله يمو سعودي فلبيني ولا عندك أحد من أهلك من الفلبين لا لا العادة شي يقولون بس في صغار يعني تعرف في صغار يتابعون القنوات اليوتيوب وهذولي والله ما أعتبرهم الأخوان صغار لي يعني بصراحة وأحاول دائما أني ما أقدم شيء ما لداعية وممكن يأثر عليهم فهذولي الصغار أحيانا يعني تصير مواقف مضحكة معاهم في الأماكن العامة يعني أكون طالع مكان عامي في البيني واحد صغير كم مرة سارت فيقول أنت كيف تتكلم سعودي في ناس يجيك ما شاف إلا كم أكثر تقلد في صوت في البيني فبالعكس والله يعني يمكن بعض الأشخاص كاي بيتعاملوا معاها بنوع من الحساسية بيشوفوها عنصرية بعض الشيء بتود عليهم تقول لهم إيه بالنسبة لي أنا أشوف أن كلنا بشر حتى لو كنت في البيني بفتخر لكن أكيد يعني ما في شيء عيب أني أقلد لهجة أنا كنت أسمعها وأنا صغير ومزح الدعوة يعني مو استهزاءا باللبينيين إذا تكلموا عربي أو شيء بالعكس كلنا بشر وما حد أحسن من أحد طيب يعني عبد الرحمن إحنا بالفعل في منطقة الخليج دائما لما يتكلموا مع العمالة الآسيوية نتكلم حتى بالعربي المكسر أنه نتكلم كيف هو ينطق حروفنا إلى هذه الدرجة هل هذا الأمر أصبح اليوم يعني عادة بالنسبة لنا فيه تواجه الناس اللي تجيك تكلمك تقول لك والله أنا مخارج الحروف عندي والله صارت نفس الربة أو العاملة في البيت والله أنا ما أدري بصراحة عن هذا الشيء لكن بالنسبة لي أنا لهجتي عادية بس إذا ديت أقلد ممكن أقلد نفس لهجته ما أعرفت؟ شنو أكثر مقلب سويت بالناس؟ أكثر شيء يعني مقلبت في الناس اللي هو تقليد الصوت بس إنه ما في مقلب معين أنت استمتعت أي فكرة ممكن أنني أسويها في الشخص إي 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 إنت استمتعت فيه استمتعت أكثر مقلب استمتعت كان في مرعي قبل ثلاث سنين أو أربع سنين كلمت على أساس أنه طالب من مطعم وزي كذا فأنا وأنا سوي استمتعت في صراحة شخصيتها حلوة ما شاء الله يعني سلطان طب عبد الرحمن يعني بتقدم العديد من التحديات من خلال صفحتك أو قناتك على اليوتيوب إيه نوعية التحديات اللي بتقدمها وبيشارك فيها وبيتفاعل مع هالناس نوعية التحديات هي اللي يطلبونها المتابعين يعني أنا أحيانا لما أنزل تحدياتها وأنزل شيء أقولهم اكتبولي أنتم إذا تبغون يعني أسوي شيء معين فهم أحيانا يقترحون علي يعني في حساباتي في موقع التواصل استماعي تحديات ممكن أني أسويها وأحب أختار شيء يكون فيه يعني صدق مخاطرة مو شيء أنا ضامن أني راح أفوز فيه يعني يعني أنا لما أجيب أحد أبغى تحداه من أصحابي أو زملائي أو من أحد المشاهير أشوف شيء يعني فيه احتمال كبير أنه بعد يفوز علي عشان يصير فيه حماس وعشان في نفس الوقت المشاهد يستمتعه ويتابع يعني مثل ما شفتي بعض التحديات اللي واصلة فوق المليون مشاهدة في القناة هي عبارة عن أكل يعني وجباتنا كلها حارة مرة صعب أكلها زي كذا أحب أني أنا من يوم أني صغير أحب أني أجرب أشياء جديدة هذه الأطفال ما يقلدونك فيها ما تورط عيال خلق الله الأفلام الكرتونية فيها لكتات ناس يأكلون شخصيات كرتونية يأكلون أكل حار وفلفل ما فرقت يعني لا يعني تقول لهم أنه لا تقلدوني إذا كان في شيء ممكن أن يكون خطر على الأطفال أكيد أقول لهم أنتبهوا وحط لهم تحذير على الشاشة وأحب أن نبه أكثر من مرة يعني ما أحب أقدم شيء خطر مرة دائما طب عبد الرحمن يعني في الفترة قيانوية تعمل تغيير في المحتوى أم لا هتقدموا أفكار جديدة هتترحى تتكلم هندي بنقالي شيء في لهجة تانية مختلفة بتحب أو لغة تانية تأليد بطريقة مختلفة بتحب أن تعملها من ناحية الأدات لا بصراحة لكن من ناحية المحتوى مجهز الشيء قوي إن شاء الله رح أبدأ فيه من رمضان بإذن الله بتوفيق الله إن شاء الله أننا نتوفق فيه إن شاء الله شيء مميز وفريد من نوع تكفى ما وصيك على مروة في أحد الحلقات ما وصيك على مروة لازم نستضيفكم يعادل لازم نستضيفكم يعادل أخاف تضحكون مثل اللكتة أخاف تضحكون مثل اللكتة هذيك يا أخي قعدت ناظرها ونسأل الله ما تضحك الله يسعدكم يا رب ويدين الضحك على وجهك حبيبي عسى الله يواب دائما يمكن إحنا نقول الجانب المشرق من هكذا أعمال هي رسم الابتسامة على الآخرين دونما الدخول في نوايا عبد الرحمن أو كل من يشتهد لتقليد لهجة أو عدم انتقاص الآخر بكل تأكيد عبد الرحمن شون نختم إياك تختموا إياي أحب أقول لك شكرا على استضافة اليوم أنا سعيد مرة بتوادي معاكم وبس في نقطة بسيطة أبغى أقولها أنا يعني اللي قدمة مو بس فقط تقليد لهجات في أشياء كثيرة منها تقليد لهجات شكرا شكرا الله يشعر لك عادل وسعيد أبالله أبالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة